نقيم بس وبعد كي نرجع بقى عايز اتكلم شوي في بعض الاسئلة كده مع استاذ عمر معنا الصور النهاردة تقييمك لابو جبل لا ابو جبل يعني ثمانية من عشر ثمانية من عشر كان كويس يعني هو بس الهدف الاولاني اللي هو دخل مرمانة من كورنر دي اطلع ورجعت تردت شوية لكن في النهاية ما هو فيه خطأ اصلا في الهدف يعني بس يعني الحكم عدان لكن فيه خطأ الحمزة المسلوسي خطأ تمام يبقى ثمانية من عشر نروح للبعد كده حمزة المسلوسي الحقيقة يعني لسه مش لاقي نفسه في نازل زي ما كانا شايف انه يعني بسه مظلوم انا جبت الهدف سمعتك كيف تقادوا عارقوا هتقول مظلوم ايوة والله معلاش مظلوم في مباراة لكن فيه عشر مباراة مش مظلوم فيه مع كامل احتراء بشكل عام لأ عندنا مشكلة في الجابهة اليمين فيه علامة استفاهم فيه مشكلة لازم نبقى وقفين عنده طيب اربعة من عشر اربعة من عشر طيب نروح للعبدالغاني تلحق عبدالغاني اه يعني قدى دور كويس وقدى بشكل جيد في الوقت اللي لعبه قدله تمامة من عشر تمام نروح للصورة اللي بعد كده محمود علاء محمود علاء النهاردة كان رائع كان كويس جدا ممتاز ممتاز من اعلى مباراته بدأ يعود لمستوى واضح ان تعليمات فريرة فرقت معاه جدا بدأ بلعب بشكل عائل جدا ما بيطفش ما بلعبش كورة اي كلام لا بتخرج كورة من رجله كويسة انا شاف محمود علاءة تسعة من عشر النهار تسعة من عشر اه طيب صحيح وانا اتكلم تحليليا في المباراة بس نروح للونش الونش طبعا كان عادة هو لعب ممتاز ومكتعد اه اديله تسعة من عشر برضو هو افترض بس يعني يعني هو انظر الاولاني مش غير مستحق نروح لل بعد كده عبد الشافي عبد الشافي طبعا وانا بي مغيرولي السورة ده يا جماعة عبد الشافي يا جماعة لعب كبير جدا ولعب ممتاز جدا ولو شلت خانة السن عند عبد الشافي ما تحسش اصلا بيها خالص ما فيش اي ما تحسش ان ده لعب عنده سن كبير او فوق التلاتين لا عبد الشافي تحت التلاتين على طول النهاردة كان رعيب عليه من العملية بتاعت وديد سليمان دي اه طبعا نخفت عليه جدا نفس الحتة اللي هي كارتي بالزبط اه بصير ربنا سطر الحمد لله الحمد لله اه تسعة من عشر تسعة من عشر حزم امام لا وقته صغير قوي اللي لعبه لكن كان جايد فيه وكان ممتاز بس الوقت ده يعني صعب الحق الحق نروح للسورة اللي بعد كده امام 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 لعب عالي جدا ولعب رائع والنهاردة خد مهم عمل جون وجاب جون عمل جون وجاب جون وخد مهم عالية جدا كان عامل شكل هجومي اه جيد جدا لفريق زماكة دي له تسعة من عشر ممتاز اه لعب كواس جدا 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 تسعة من عشر تسعة من عشر نروح لعبد الله اه لا صعب يعني لعب فترة زغيرة قوي فيعني صعب احكم عليه لكن هو الفترة اللي لعبها كان كواس جدا يعني قده بشكل جاية لكن معلش بس الميس باسي إيل الميس باسي إيل معلش الميس باسي إيل لعب فتوقيت لعب فتوقيت اخد بالك فترة صغيرة وفي توقيت صعب بالزبط اه لا هو اكيد كمان كان متأثر شوية لانه ما جي نزل اه طلع عبد الشافي نزل حزم مكانه بكلفت اه وهو قاعد برة فممكن يكون تأثر نفسي اخيب طبع نروح للصورة اللي بعد كده طارق حامد لا طارق حامد لعب ملتزم وكويس بس النهاردة ما كانش طارق حامد اللي هو يعني مش هو ده طارق لسه لسه يعني هو كان بعيد بعيد ليه فترة طويلة لكن قدله سبعة من عشر سبعة من عشر نروح للصورة اللي بعد كده عشر فروقة لعيب مكتهد وبيقدي بشكل جيد وبيحاول وكده يعني أقديله سبعة من عشر سبعة من عشر تمام نروح لل للا أوباما طبعا أوباما لعيب مهم جدا ولعيب محوري ومهم جدا صحيح الجمهور ما بيحبش أداء أوباما لكن هو لعيب تكتيكي في الملعب مهم جدا وعالي جدا نأديله ثمانية من عشر ثمانية من عشر نروح للصورة اللي بعد كده عشر بن شاري لا أشرب بن شاري يعني أديله تسعة ونص من عشر بجد النهاردة تفوق على نفسه أداء رائع جدا جاب جون صنع جون عمل أداء عالي جدا ويمكن حتى اختاروه بعد نهاية الموراة أفضل لاعف الموراة يستحق فعلا طيب نروح للصورة الأخيرة معنا أعتقد عمر السعيد عمر السعيد النهاردة عمر السعيد النهاردة تفوق على نفسه كان الحاجة هيلة جدا صح أدى دور رائع جدا جاب جون ويتحن في كل كورة وجاب جون وعمل جون فحاجة لا أدى أداء رائع جدا وروح وفي الملع لا لعيب كبير جدا ولعيب كويس جدا أديله تسعة ونعشر طيب فريرا بقى فريرا لا فريرا ده طبعا ده إسلام جابر إسلام آه برضو أفكر لعيب كويس لعيب كويس جدا بس الفترة برضو صغيرة معنا شقيه لكن هو لعيب كويس